إذا انتهى المسلم من قضاء الحاجة من البول والغائط ماذا يصنع؟ لابد أن ينظف المكان إما باستعمال الماء أو باستعمال المناديل الحجارة الأخشاب القماش استعمال الماء واضح استعمال المناديل أو الحجارة أو الأخشاب لابد أن تكون طاهرة لنجسة ولا تكون محترمة يعني لا يمكن أن يستعمل أوراق المصحف أو الحديث النبو ولا يستعمل طعام الإنس كالخبز مثلا ولا يستعمل طعام الجن كالعظم ولا يستعمل طعام دواب الإنس أو دواب الجن ويستعمل في تطهير المكان لابد أن يستعمل أقل ما يكون ثلاثة أحجار أو ثلاثة مناديل لا يمكن أن يكون ثلاثة أحجار أو ثلاثة مناديل لا يصح أن يمسخ بالمنديل مرة واحدة ثم يمسخ مرة أخرى لأنه لو مسح المرة الأولى سار المنديل الآن نجس يتركو يستعمل منديلا ثانيا ثانياً إلا إذا كان المنديل كبير مثلاً والحجر كبير يمسح مرة من هنا ومرّا من هنا يصح إذا رجع المنديل عندنا ليس فيه أثر لا بول ولا غائق هذا معنى أن النظافة حصلت والطهار حصلت إذا رجع المنديل فيه أثر بول أو غائق هذا معنى أن نلابد يزيد حتى يرجع المنديل أو الحجر ليس فيه أثر لا بول ولا غائق كينا وليناني قارة ديكاو أو خوضا غيرا آتي كاوما غيرا دروا حقاو جاكي أو خورا غا اخواني عدودا أيوة هورا وأخو راتيشيو ني دروا نكو مااني شاة مويريو سواكو نواذيرا والله وأنا